اكد صاحب السموة الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء على الاستمرار في تطوير قطاع الطاقة وتنمية الموارد اعتمادا على اسس الابتكار والاستثمار في الابحاث والتطوير في هذا القطاع الحيوي للحفاظ على تنفسيته وتعزيز كفاءته وتحسين ادائه واسهاماته في التنمية الوطنية مشيدا سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والشركات والمؤسسات العالمية الكبرى العاملة بمختلف القطاعات الصناعية ونوه سموه لدى لقائه اليوم بقصر رفاع مع السيد اكلاود ديسكالتزيا الرئيس التنفيذي لشركة اي ان اي الايطالية للنفط والغاز بالتوجه نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون بينهما في الاسهام بدعم الشراكة الاقتصادية البحرينية الايطالية في مختلف المجالات خاصة قطاعات النفط والغاز وخلال اللقاء تطرق سموه مع السيد ديسكالتزيا لعدد من الموضوعات المتصلة بقطاع الطاقة من جانبه عرب السيد كلاود ديسكالتزيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلا نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة بقائه بسموه ترجمة نانسي قنقر